تتجه الأنظار هذه الليلة صوب الكوديفوار حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره الجنوب إفريقي برسم ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم كوديفوار 2023 على أرضية ملعب لورانبوكو بمدينة سان بيدرو وذلك تمام الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم بتوقيت المغرب عناصر المنتخب الوطني أنهت أمسي استعداداتها بإجراء حصة تدريبية تحضيرا لهذه المواجهة الحاسمة حيث ركز خلالها الناخب الوطني ولدرج راقي على وضع اللمسات الأخيرة ومن المنتظر أن يغيب عن الأسود في هذا اللقاء اللاعب سوفيان بوفال بداعي الإصابة